للأسف تحول الرياضة إلى استوديوهات تدافع عن الأندية الكبيرة وبذات الأهل والزمالك هو ده أهم عنصر أفسد الإعلام يعني أنا طلع في برنامج بس بدافع عن الزمالك بالحق والباطل برنامج تاني بدافع عن الأهل برضو بالحق والباطل هذا هو ما أفسد الإعلام الإعلام ده طالما أنت ارتضيت أنك تطلع على شاشة يبقى يجب أنك أنت تتجرد تماما من أي انتماء والإعلام أنا كنت بقولها في كذا مرة قبل كده في أي قضية تلاقي الناس اللي معها والناس اللي ضد يجي الإعلام لابد أنه يتحدث باللوايح ما يتكلمش بقى بالأهوات والانتماءات لا بعيد عن كل ده بيتكلم بالأرقام بواحد زي ده واحد سوى اثنين الإعلام بيتكلم ينتقد فنيا برضو واحد مش بيشتم في الشخص أو أهله أو بتاع لا الإعلام بينتقد الشخص في المجال الرياضة من حيث فنياته مدرب أخطأ في تغيير أخطأ في خطة لكن مليش دعوه بكيانه الشخصي ولا أسرته ولا أتهمه بكذا ده هو فني فقط أما يجي أنا وأنا كثيرا ما انتقدت كل الجهات اتحاد الكرة انتقد اتحاد الكرة مليش دعوه بشخصة بريدة مليش دعوه بشخص سين ولا صاد أحمد مجاهد ولا سين ولا صاد ولا عين ولا مجاهد أبدا دول ناس محترمة إنما دي جا ما انتقد نقول مثلا اللي في كاس العرب حصل خطأ واحد واثنين وثلاثة واربعة وكانت النتيجة أننا ظهرنا بهذا الشكل السيء أما الكيانات كأشخاص دي ما ليش دعوه بيها